أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على موصلة بلاده العمل يومياً وبشكل مكثف على إتمام محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يأتي ذلك فيما يستعد الوسطاء الدوليون لاجتماعاً في روما لبحث وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل قبيل اجتماع رباعي في العاصمة الإيطالية روما يضم مسؤولين مصريين مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بحضور رئيس الموساد الإسرائيلي تواصل مصر التأكيد لكافة الأطراف على ثبات موقفها بشأن ضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحرية حرقة المواطنين الفلسطينيين مع الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البرية وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكية قد أثر تحفظات كبيرة لعدم تطرقه لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة أو لصفقة تبادل الأسرة والمحتجزين وذلك في الوقت الذي سعى فيه نتنياهو لكسب الدعم السياسي والعسكرية في حربه الشعواء على القطاع إعاقة نتنياهو شخصيا لمساعد توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار باتت أكثر وضوحا مع تداول وسائل إعلام أنباء عن تعديلات تعتزم إسرائيل وإدخالها على بنود الاتفاق المطروح ما ينذر بتعقيد المفاوضات وإطالة أمد الحرب وأنقلت رويترز عن مصادرها أن إسرائيل تريد فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع مع سريان وقف إطلاق النار ما يشكل تراجعا عن الموافقة الأولية على بند السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم خاصة في المناطق الشمالية وهو ما ترفضه حركة حماس وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر وهو الأمر الذي ترفضه مصر رفضا قاطعا مع تأكيدها الدائم أن للسلطة الفلسطينية كامل السيادة على المنطقة